موسيقى الغاز مقابل النفطي من المستفيد هل التطبيع السعودي مع إسرائيل ممكن نسير نحو الهاوية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغاز مقابل النفطي من المستفيد تعرفون أحبائي في الآونة الأخيرة حصل مثل هذا الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق فيما يتعلق بصفقة مبادلة الغاز والكهرباء الإيراني بالنفط الخام العراقي والمازوت وحصل حول ذلك جدل كبير ولاحظنا كالعادة وسائل الإعلام شبكات التواصل الاجتماعي أطراف دائما تتصيد دائما تبحث عن ما تسميه بتبعية العراق لإيران طبعا خلف ذلك تقف أطراف دولية أقليمية وهذا أمر ليس جديدا فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والعراق بعد سقوط النظام السابق نظام صدام حسين وحتى قبل ذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 كان هناك سعي محموم ولا يزال لدقي سفين بين الشعبين العراقي والإيراني لإضعاف قوة المسلمين من جهة ولإضعاف قوة الشيعة بشكل خاص وهذا أمر لا يحتاج إلى الكثير من الأدلة لإثباته العراق وفي فصل الصيف يحتاج إلى الكهرباء في فصل الصيف تشتد الحاجة إلى الكهرباء كذلك فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية فسنا لا نريد أن نتحدث عن ما هي الأسباب التي تزيد من موضوع الجوالب الفنية لست بصددها هنا نحن نتحدث عن مخططات يراد دائما تنفيذها لإيجاد فجوة ولتكبير هذه الفجوة ولدقي أسافين بين العراق وإيران لديهم مشكلة ومع كل الأسف الكثير من الذين يفترض أن لا يقعوا في هذا الفق مشت عليهم انطلت عليهم اللعبة والمؤامرة وليش بس من إيران ناخذ كهرباء وإيران مستفيدة وإيران مستفيدة مع ملاحظة أن الاتفاقية وهذا تكرر الحديث عنه كثيرا في الحكومات السابقة الاتفاقية بين العراق وإيران فيها مادة أو بند واضح أنه في أوج الظروة يعني عندما تحتاج إيران إلى الكهرباء فإنها تقطع الكهرباء أو تقطع أمدادات الغاز أكو تفاصيل أحبائي في الاتفاقية هذا ما يقولوا في وسائل الإعلام التي تريد أن تضلل نشر التضليل والتعمية والأكاذيب أكل كثير من البنود التي يجب دائما في وسائل الإعلام الملتزمة أن تركز عليها أن توضح للناس ليش مثلا يحصل أحيانا أن إيران توقف ضخ الغاز وليش وتوصلنا إلى هذه الاتفاقية الأخيرة فيما يتعلق بمبادلة المازوت يعني النفط الأسود والنفط الخام العراقي بالغاز والكهرباء الإيراني وليش دائما يتكرر الحديث عن أنه يجب أن يخرج العراق مما يسمونه بالتبعية لإيران فيما يتعلق بالربط الكهربائي ويروحون للأردن ويروحون إلى دول مجلس التعاون الخليجي الكارثة يعني ما يميزون بين الصديق وبين الأخ وبين الشقيق وبين العدو وبين من أخان الأمانة وبين من تآمر عليكم تآمر عليهم وبين من وقف ضد الشعب العراقي في وقت العسرة وهذا هم كله لازم يبين ولازم يوضح ومع كل الأسف أعود وأكرر وأقول يعني أنتم متى أصبحت الأردن هي الدولة التي يجب أن تعتمدوا عليها أو السعودي أو دول أخرى في منطقتنا في مجلس التعاون الخليجي وكل هذه الدول تآمرت على العراقي عمدا أو طوعا يعني أو كرها عفوا وكل هذه الدول التي توحيط بالعراقي تآمرت على الشعب العراقي وبتذكرون الحصار وتذكرون قرارات قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والحصار الذي فرض على العراقي من اللي وقف إلى جانب الشعب العراقي ومن الذي نفذ طواعية قرارات مجلس الأمن الدولي في فرض الحصار على العراق ومن الذي تسببه في فرض هذا الحصار على الشعب العراقي هذا يعني وهو التكرار هم يفيد أحيانا شوي نشط هذه الذاكرة السمكية حتى تبين يا أخي يا حبيبي أيها العراقي إيران لم تكن في يوم من الأيام إيران الجمهورية الإسلامية نتحدث عن إيران ولاية الفقيه للسهام إلهة موجهة إيران لم تقف منذ انتصار الثورة الإسلامية على الإطلاق ضد العراق وضد الشعب العراقي وقضية الحرب التي شنها صدام مؤشر وتؤكد ودليل واضح على أن المؤامرة كانت كبيرة وهو نفسه صدام حسين في أواخر حكم بل حتى قبل أن يذهب ويغزو دولة الكويت تعترف بوجود من يسميها بالقوى الخيرة التي كان يراد لها أن تنشغل في إيران بحرب عبثية شنها هو على الشعبين العراقي والإيراني هسا ليجي من الآخر أنت أولا يجب أن تحسم بعض المسائل العالقة مع الجمهورية الإسلامية هذه دعوة أنا أكررها باستمرار من هذا البرنامج يا إخوان القرار 598 فيه بند تم تطبيقه وهو وقف إطلاق النار الحالة همويصن يسموها كانوا الحالة حتى مدنس الأمن الدولي الحالة العراقية هذه الحالة الآن العراقية الحالة بين العراق وإيران هي لا حرب ولا سلم أكو بنود أخرى من القرار الدولي 598 لم تطبق بعده هذه يجب أن تطبق يجب أن ننتهي من القرار 598 وبعد ذلك نذهب إلى معاهدة سلام مع الجمهورية الإسلامية نحن العراقيين هذا من مصلحتنا وإنت حتى تغلق كل المنافذ التي تأتيك منها الرياح الصفراء أو تغلق كل المنافذ التي من الممكن أن يدخل إليها عنف جديد وخلاف جديد وصراع جديد بين البلدين ولاحظتم في الفترة الماضية قبل تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني وبعيد تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني وبعدها في الأيام الأخيرة حتى خلال عاشوراء وقبلها في قضية عيد الغدير هذه الفتنة التي كان يراد لها أن تكبر باستمرار بين الشيعة والشيعة وكانوا يدقون على وتر مهم جدا اشقد بشروا بقادسية ثالثة اشقد شخصيات معروفة الطراف معروفة وسائل الإعلام معروفة علنا علنا قادسية صدام الثالث طبعا صدام شيلو قادسية فلان وفلان ونحن حتى بعضهم كان يبشروا بقائد جديد شيعي يريدونه يواجه الجمهورية الإسلامية ويسموه قائد في معركة صفين الجديدة يعني أكو مبررات يبحثون عن مبررات أنا ما أقول أكون مبررات بس أكو من يسخل لهم ذلك وهو المسائل المتبقية العالقة من القرار 598 احسم هذا القرار اترك الجدل من المستفيد لا العراق هو المستفيد من أي معادلة الآن في أي معادلة مع الجمهورية الإسلامية العراق هو المستفيد العراق هو وهذا بالمناسبة هم هذا هم لازم نذكر به القيادة في الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيدة الإمام علي الخامنئي حفظه الله تعالى مواقفا بينه من العراق والشعب العراقي هم الإيرانيون نفس الإيرانيين شكرا يحبونه للشعب العراقي رغم هاي السنوات العجاف الثمان من تلك الحرب العبثية المجنونة التي شنها صدام وشفته وهي احنا مقبلون على زيارة الأربعين إن شاء الله وعلينا أن ننتبه أيضا مرة أخرى إلى موضوع المفردات التي يراد تسويقها مرة أخرى في زيارة الأربعين أرادوا في زيارة عشراء فشلوا أرادوا خطف وعي الأمة ولا يزالون يعملون على خطف وعي الأمة وواحدة من مفردات ومحاولات خطف وعي الأمة هو أنه يقول لك يا بتارى دائما إيران مستفيدة وإحنا لازم نخرج من التبعية الإيرانية ونروح القطر ونشترى الغاز من القطر وبعضهم يقول تعالوا نشترى الغاز من كردستان أبيعك غازي بفلوسي وطيف يعني أساهم معادلة عجيبة وكأن كردستان دولة مستقلة غير خاضعة للجمهورية العراقية لجمهورية العراق ويلا حلوا مشاكلكم مع إيران وسووا مشاريع غاز نفط مع كردستان للعراق الواحد وواجهوا الإعلام الذي يحاول أن يخطف الوعي في مثل هذه المسائلة الأسئلة من المستفيد ومن المستفيد وإلى متى ويجيبون خبراء ومن يزعم أنه خبير والكثير من هؤلاء مع كل الأسف يبيع الخبز بسعر اليوم أو يشترى الخبز بسعر اليوم يبيع يبيع لا إله إلا الله شكرا لكم وابقوا معنا في المحور الثاني هل التطبيع السعودي مع الكيان الصهيوني ممكن؟ نعم ممكن وبالمناسبة هل يعني العنوان هذا هل التطبيع السعودي مع إسرائيل ممكن؟ هذا مقال لرئيس تحرير صحيفة سعودية باللغة الإنجليزية هذه اسمها عرب نيوز وهي تصدر على المؤسسة يملكها الملك سلمان بالعبد العزيز والعادة تصدر عدد من الصحف هناك في بريطانيا يملكها وطبعا السعودية واحدة من الدول التي الإعلام فيها يخضعوا للدولة الدولة هي شنو؟ يعني الملك وولي العهد بس هؤلاء الأسرة الحاكمة يعني أبوة حديدية تسيطر على الإعلام هذه أنا لست أنتقد هنا أنا أصف الحال لأن هذا المقال إلى دلاله أن يكتب الآن وينشر الآن ويركز يركز على شرح حقائق حقيقة خطيرة ومهمة وحقيقية وواقعية ونحن دائما نقول بها يعني يقول لك ما نقول لك احنا ممثل إيران في المقال هنا يقول احنا ممثل إيران ما عدنا معركة أيديولوجية مع الكيان الصهيوني هذا الصحيح شوف باللغة الإنجليزية بالتسويق وجهة نظر لأنهم في الأيام القليلة الماضية تركز الحديث كثيرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الكيان الصهيوني على موضوع إيجاد علاقة طبيعية بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية يعني انضمام السعودية إلى ما يسمى بالاتفاقات أبراهام وهذا احنا حذرنا منه أو بالأحرى توقعناه في هذا البرنامج عندما وقعت صفقة بكين بين إيران وبين المملكة العربية السعودية قلنا السعودية تخططه لأن المملكة العربية السعودية خوف ما تجيب كيف توقع على اتفاق مع إيران وما تجيب كيف تروح وترك هذا الإعلام هذا الإعلام الذي يوثير الظوضاء أحيانا يريد أن يخلط الأمور يريد أن يخلط الأمور تروح إلى روسيا تروح إلى الصين تطبع مع سوريا والآن لا يزال الأمريكان يوسعون من قدراتهم العسكرية في سوريا بالمناسبة احتلالهم قواتهم العسكرية وقبل كم يوم راح وزير الخارجية السوري السيد فيصل المقداد إلى إيران لبحث هذا الأمر نعم لتفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة لأن المرحلة مرحلة الانتصار السوري الإيراني وعموم محور المقاومة في سوريا بس أيضا نتحدث عن هذا تغول الأمريكي في سوريا سرقة النفط والماء والغاز وسرقة المعارض الغذائي الحبوب في سوريا من قبل الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تجي يجون الأمريكان يقولون ها احنا زعلانين من الدول التي طبعت مع سوريا وممكن نفرض عليها عقوبات هذا نخليه جانبا أمريكا هي التي تريد ذلك فقلنا في ذلك الوقت أن المرحلة التالية بعد الصفقة السعودية الإيرانية ستأتي مرحلة التطبيع السعودي مع الكيان الصهيوني والحجة يقول لك احنا نريد نبني اقتصادنا وما نريد مشاكل وإيران هالبعد ما من حقها تجي تحتي إيران تحذر تحذره بالمناسبة من شافه والحديث الآن يكبر عن موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني مع السعودية حتش السيد متحدث في اسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني وقال ترى هذا التطبيع بمشاكل وهذا ما يفهمه الكثيرين الكثير لا يفهم أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دماره وهو هو 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 الكيان الصهيوني يريد أن يتمدد الكيان الصهيوني ينهار ونحن نحن نحن عن هذا في المحور الثالث الكيان الصهيوني يريد أن يتمدد في قضية التطبيع مع المملكة العربية السعودية نعم السعودية في الضغر هي تخرج من معركة الصراع لكنها ستنهار من الداخل ستنهار المهم نجي لهذا المقال مع الملاحظة ملاحظة نقول ممكن لأنه مباشرة تجرأ نتنياهو الآن وهو يتحدث عن خطة له قديمة كان يريد تطبيقها في السابق حول مد سكك حديد في داخل الكيان الصيوني إلى أن تصل من تل أبيب يعني من يافا إلى المملكة العربية السعودية هذا مشروع قائم هذا المشروع قائم كما المشروع الذي قائم واعترف به نتنياهو منذ 2014 و2015 حيل كم سنة وهو وجود توافق وما يسميه بحلف أمني بين الكيان الصيوني وهو صلاحة الدول العربية السنية المعتدلة إريدون يظهرون للواقع المقال شي يقول يقول نحن لسنا للتذكير يقول كان المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول القليلة التي تمارس فعليا ما تدعو إليه على عكس طهران شوف المقارنة لم يكن موقف الرياض أيديولوجيا أبدا بمعنى أننا لم لم نعظ أبدا ما قدمنا يعني نصائح أو بشكل أكثر دقة لم نتظاهر أو تتظاهر المملكة بالوعظ كلامه بإلقاء اليهود في البحر أثناء الحصول على أسلحة سرا من إسرائيل كما يزعم بالنسبة لإيران في الواقع يقول منذ مؤتمر مدريد عام 1991 كانت المملكة العربية السعودية في طليعة محاولة تحقيق اتفاق سلام يضع الحقوق الفلسطينية كما يزعمون في المقاب الأول شو يحب الفلسطينية فلسطينية تروح شو يعني شو يصير بعدين يصيرون الفلسطينيين مواطنين من الدرجة العاشرة في الكيان الصهيوني وبحجة بعطيهم شوية شيء من الحكم التي في ضفة الغربية وقطاع غزة بينما مقابل ذلك شو تقدم السعودية تقدم في الوقت نفسه لإسرائيل الاعتراف والضمانات والضمانات التي تحتاجها على المقاب يقول منذ الواحد وتسعين بس أنا عندي رح أذكركم لا بقبل واحد وتسعين مع ذلك يقول ولد تذكيري كان الملك الراحل عبد الله هو الذي عرض على إسرائيل يكتب إسرائيل يعني اعتراف بوجود هذا الكيان اللقيط مبادرة السلام العربية شو يصنحلو السلام التي تبنتها جامعة الدول العربية باعتبار مبادرة الملك عام 2002 في بيروت وفي الآونة الأخيرة قال وليه العهد السعودي الحاكم الأساسي في المملكة الآن الآن هذا كلامه هو محمد بن سلمان لمجلة أتلانتيك العام الماضي إن المملكة تعتبر إسرائيل حليفا محتملا لا مو محتملا حليفا كما يقول نتنياهو يقول نحن لا ننظر على كلام الملك الأولي العهد نحن لا ننظر إلى إسرائيل على أنها عدو وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية لكن علينا على حل بعض القضايا قبل أن نصل إلى ذلك بـ 1978 وقعت المصر على معاهدة كام ديفيد مع الكيان الصهيوني العراق في زمن صدام حسين النظام البعثي العراق استدعى الدول العربية وعقد قمة في بغداد شنو كانت القمة القمة كانت خرجت بمخرجات أساسية واحدة منها الدعوة إلى سلام عادل وشامل بتطبيق القرارين 238 ذكرهم جيدا ثلاثمية وثمانية وثلاثين ومتين واثنين واربعين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي الذين يعترفان بوجود كيان صهيوني اسمه إسرائيل ويجي تجي المحادثات سلام انسحاب هذا الكيان من الأراضي التي احتلت في العام سبعة وستين وحل مشكلة ثلاثة وسبعين جولان وغير الجولان وبعض فيما يتعلق بسيناء الضفة الغربية يعني هذا بوقع هذا في زمن صدام يعني لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة فهل السعودية ستوقع مثل هذا الاتفاق مع المملكة مع الكيان الصيوني ممكن كما هم يحضرون الآن حطهم بعض الشروط والله الحقوق الفلسطينية وعطونا مشروع للطاقة النووية السلمية سنقولون سلمي أيضا هذا اللي ترفضه الدولة الصهيونية بشكل قاطع الآن على 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 أية حال وإن كان هذا الكلام ليس رسميا لكن المملكة العربية السعودية شرعت في سياسة خارجية جديدة ورائعة لا تحمي فقط الازدهار الهائل الذي حققته رؤية عشرين ثلاثين هذا المقال يقول ولكنها تطمح أيضا إلى أن تكون قوة من أجل الخير في جميع أنحاء المنطقة والعالم وهل يأتي الخير من إسرائيل نسير نحو الهاوية مو إحنا هم صحيفة معاريف من أشهر الصحف العبرية كتبت عنوانا عريضا تحت هذا العنوان نسير نحو الهاوية مخطط الحركة الداعية إلى فصل إسرائيل عن يهوذة يهوذة والسامرة عن الضفة الغربية وقطاح غزة بسمياتهم هذا في الآونة الأخيرة الآن أكو حديث عن مشروع تقسيم ما يسمى بإسرائيل تقسيمها هي تيتم ديد بس أكو بعض الدعاة الآن في داخل الكيانة الصيوني يقولون ترى إحنا نسيره نحو الهاوية سنة نهار لن نبلغ الثمانين من عمرنا عمر هذه الدولة غير المشروعة الصراعات المجتمعية خطيرة للغاية تعالوا نرتب وضعنا تعالوا نعترف اعتراف كامل بقصة أنه هذول الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن أن ينضموا إلى الكيانة الصهيوني فتعالوا نعطيهم شيء من الاستقلال يريدون يتفضلون يعني عليه بل يتحدث هذا المقال عما ورد في الكتاب المقدس في التوراة حتى قبل تدبير المعابد يقول عرف عرفة العلاقات بين قبائل بين قوسين إسرائيل العديد من الصعوبات يتحدث حتى في التاريخ نقلا عن الكتاب المقدس ها اليهودي هاي التوراة المحرفة أيضا أن هذا الكيان وهذا المجتمع اليهودي وهذه القبائل التي تدينوا بدين اليهود لا يمكن أن تمتلك هوية واحدة وهناك الكثير الآن يتحدث عن هذا الموضوع بالمناسبة موضوع مو جديد بس بدوه الآن لأنه هذا الصراع الدائر الآن داخل المجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة كشف الكثير من نقاط الضعف وكشف الكثير من النبوآت التاريخية اليهودية نفسها عن أنه لا يمكن للمجتمع اليهودي أن يمتلك هوية واحدة يجب أن يبقوا في الشتات يجب أن يبقوا في الشتات أنت تعرف هذا الكيان الصهيوني ما بي دستور هذا الكيان الصهيوني ما كو دستور هس هم يتظاهرون بوجود دستور غير مكتوب أنت تعرف أن هذا الكيان الصهيوني ليست له حدود واضحة ما كو حدود واضحة هاي مقولة من النيل إلى الفرات تطبيقها على فكرة مو بس جغرافيا مو بس بالجغرافيا الأرضية الأرض لا لا حتى بالجغرافيا السياسية باعتبار أن أولاد إبراهيم انتشروا إسماعيل عليه السلام ذريت انتشرت وين هم الآن ذرية إسماعيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إسماعيل وين هم آل البيت في العراق لازم شنسوي لازم نكرس بالمفهوم أن تصبح هناك علاقة بين العراق وبين هؤلاء اليهود بذراء عشدة واحدة منهم رحلات دينية واحدة منهم رحلات دينية وبالمناسبة هناك فيما يتعلق بالتضليل وأدعو من هنا وسائل الإعلام الشريفة المحترمة إلى التركيز العودة شوية شو رجعوني وراء زيارة البابا إلى المرجع الأعلى سماحة السيد الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي رحوا شوفوا شنو قال الإمام السيد السيستاني شنو قال البابا شوفوا وسائل العام هسه هسه والذاكرة سماكية لدى الكثيرين ما شو يسوون حتى التضليل يستمر يجون يقولون لا اتفقوا تضليل تضليل عينك عينك أنه والله البابا هو طلب ما يسمونها بالديانة الإبراهيمية كذب عينك عينك وهذا طبعا يرجعنا للمربع الأول اللي دائما يقولكم أحبائي محاربة المرجعية هذا واحدة من مفردات اختطاف الوعي انت بنتشوف يحاربون المرجعية كل المؤسسة بشكل عام ويريدون يفصلون المرجعية عن الشعب ويريدون يفصلون المرجعية الشيعية في النجف عن المرجعية الشيعية في قوم هاي الحضارتين الكبيرتين الحظيمتين التاريخيتين ويريدون يضعفون من قوتك العسكرية التركيز على الحرس الثوري والتركيز على الحجل الشعبي وهذه العلاقة مع إيران وحنا هاي دائما نحكي بها وحكيناها قبل شوية موضوع الغاز مفردات عجيبة غريبة لازم تقعد والله أنا أوقات أدوخ من أتابع مراكز الأبحاث وغرف التفكير في الولايات المتحدة هنا في بريطانيا في الكيان الصهيوني أشوف هذا التركيز على بعض المفردات فيما يتعلق بالمرجعية المرجعية المرجعية تركيز على المرجعية وأشوف الأهداف لا أفهم أكون شيء كبير إيري يصير كل شيء كبير لا تتساهلون في المفردات حتى في المصطلحات هو هنانة يعني هو هاي صحيفة معاريف وغيرها من الصحف الإسرائيلية الصهيونية العبرية تركز على المصطلح شوف العنوان نسيره نحو الهاوية مخطط الحركة الداعي إلى فصل إسرائيل مصطلح إسرائيل عن يهوذة من هي يهوذة التركيز يافا هي بن يافا الأبيب شنو تل أبيب تل الربيع هذا هن إذا تدون تروحون شوي تبحثون في قضية المصطلح وموضوع صعو معاشوراء هاي الأكاذيب التي سوقوا لها للتضليل على مقتل الإمام الحسين وتشوف الأكذوبة الكبيرة بينما يعني نجات فرعون موسى من فرعون شوكت في الربيعة في أبيب وليش سنوه وصله أبدا بعشوراء ما العلاقة هتشوف التركيز ليش وليش هاي المصطلحات هم بدت يزبدوا ويسوقوها إنه هتقللون من علاقتنا يضعفون من علاقتنا مع الإمام الحسين ومع أهل البيت عموما وبالتالي في وقعنا الحاصر المحاصر مع الإمام المهدي أجر الله تعالى فرجه الشريف يمنعوننا من أن نصبح بالفعل من الممهدين عن طريق كسر علاقتنا بنواب الإمام المحصومين النواب العامين طبعا وفي عصر الحالي المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني والمرجعية في قم ومرجعية الإمام السيد علي الخامنة شوفوا أحبائي قضية يسيرون نحو الهاوية هذا الآن أصبح يعني ما احنا ما نريد نتنبأ بالمستقبل نحن نتحدث عن ما يقولونه هم وهذا بالمناسبة حتى السيد الإمام علي خامنة يتنبأ به كما تنبأ الإمام الخميني بتكسر عظام الماركسية في الاتحاد السوفيتي وانهيار الاتحاد السوفيتي عندما أرسل رسالته المشهورة إلى قرباتشوف السيد علي خامنة التنبأ بانهيار هذا الكيان والأكثر من ذلك انهيار الولايات المتحدة الأمريكية أحبائي إسرائيل هذا الكيان المصطلع يتفجر من الداخل وهذا ما يقولونه هم أصلا تابعوا أنا ما أدعوكم إلى متابعة قنواتهم بس باعتباري أنا يعني مهتم في هذا الموضوع فأبحث وأدور وأشوف حتى القنوات القنوات قراته داعش 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 الناتقة بالعبرية وبعض القنوات عدها فقرات باللغة العربية وبعض الصحف أيضا عدها بالعبرية وبالعربي هم يقولون إن هناك قساما كبيرا حائلا داخل شريحة المجتمع اليهودي الإسرائيلي بين قوسيين ويقولون علينا أن نحافظ على ما يسمونها بالديمقراطية السائدة وإلا فإن حسن نصر الله يعني ما هذا احترام بدون هلقابة كلامهم مم كلامين يقولك حسن نصر الله وحدة الساحات إيران الكل الآن يتربص بكم لينقضوا عليكم فهذا الكيان الذي ينهار ويسير نحو الهاوية شنو الداعب الله يروحون يتجهون نحوه لتطبيع العلاقات ليش ليش تعطي هذه الجرعة من الحياة ومن النفس وهم هذول اللي يريدون يسموكم أغيار ما يسموكم أغيار تعرف شنو يعني نظرة أو هاي بالمناسبة هاي قضية الأغيار بدأت تنسحب من فترة طويلة يعني هذا الصراع بين الأشكانز يسموهم الأشكناز والسفاردين واليهود بالأثيوبيا واليهود من الشرق واليهود من الغرب صراعات بينات وبينت وين مظاهرات ضد نتنياهو يميزون الشرطة الشرطة تميز في القنعي بين اليهود اللي جاي من أوروبا الشرقية ومن الولايات المتحدة وبين اليهود اللي جاي من أثيوبيا ومن اليمن ومن العراق وللحظه على الجراء حتى ينهى هذا النظام فليش التطبيع وياه وليش ما تروحون تراجعون ما تعد له هذه الدولة العنصرية اللقيقة المؤقتة من مخططات ومن سينياروحات للانقضاض عليكم في العراق أيها العراقيون من خلال إثارة الفتن هنا وهناك لأن هناك وهذه ملاحظة وبها أختم هناك خلاف بين الإدارة الأمريكية الحالية إدارة بايدن إدارة وبين إدارة الصهيونية الحالية إدارة نتنياهو حول الكثير من الملفات ومنها ملف العراق لهذا تشوف حول قضية السوركوف هذه الجاسوسة وحول إيران حول الاتفاق النووي حول كثير من الملفات حول وجود ما يسمونها بالفصائل في الحكومة العراقية الحالية هناك تفاوت في وجهات النظر الكيان الصهيوني يريد زعزعة الأمن في العراق حاليا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتعايش مجبرة مكره أكاكا لابطا مع الحكومة الحالية حكومة التي شكلها الإطار حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة ولا نحول الأمريكية طبعا ولا نحول هذا الموضوع حديث الآخر إن شاء الله في الأيام المقبلة القادمة بإذن الله في الأمريكية اشتركوا في القناة